دراتي مشاهدين معدنا مع موجز التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرانتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر قامت بجهود ومساع حثيثة للحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وأكد الرئيس السيسي على أهمية البناء للتهدئة الحالية ومنع أي محاولة للتوتر للأوضاع بالضفة الغربية أو قطاع غزة مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع كما أكد الرئيس السيسي أكد على تطلع مصر لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود من جانبه عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي قامت بها مصر أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره لمصر وتقديره لجهودها الدقوبة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وقال منصور خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع بالقطاع قال إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحماية وضف منصور أن هناك حاجة إلى تشكيل أفاق سياسي جماعي يمكن أن يبعد الشعب الفلسطيني عن الواقع الحالي ويخرجه من هذا المأزق مشيرا إلى ضرورة عدم انتظار حرب مقبلة أعربت الصين عن تقديرها للجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وطلب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانجا بيمبين بإتباع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتجنب تصعيد التوطر مرة أخرى مؤكدا أن السبب الأساسي للصراعات المتكررة هو غياب تطبيق حل الدولتين وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بيكين تدعو إلى مؤتمر سلام دولي أكثر مصداقية وتأثيرا على نطاق أوسع وذلك من أجل العمل على حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بدأ الجيش التايواني منورات بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية في محاكاة لصد هجوم عن الجزيرة وأكد المتحدث باسم الجيش التايواني أن المناورات بدأت في مقاطعة بينج تونج الجنوبية بإطلاق قنابل مضيئة وقضائف مدفعية يأتي ذلك بعد إجراء الصين لمناورات بحرية وجوية مشتركة شمال وجنوب غرب وشرق تايوان وقالت بيكين أن تركيزها ينصب على اختبار قدرات النظام الخاص للضربات البرية والهجوم البحرية حذر الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانيسكي من خطر حدوث كارثة نووية بعد القصف الذي تعرضت له الأسبوع الماضي محطة زوباريجا النووية الأكبر في أوروبا وقال زيلانيسكي أن العالم يجب أن ينسى ما حدث في تشيرنوبل مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف هذه المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن توفير المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بين مارس ونهاية العام الحالي بات يتطلب دعما ماليا يقدر بأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وقال استيفان دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الاحتياجات المالية تضاعفت نظرا للوضع الصعب في أوكرانيا وشدد دجاريك على أن أكثر من ربع الشعب الأوكراني سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في الأشهر المقبلة بزيادة قدرها نحو مليوني شخص مقارنة بشهر إبريل الماضي انتهت أخبار موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل